اشتركوا في القناة والفاصيل الأسرة الأولى التي قدسها الله وأسسها الله بذاته وتكملة لهذا الفكر الفكر الكنسي والإنجيلي في معرفة صفات الأسرة المسيحية نحب أن في بعض الحلقات ناخد المعاني الروحية اللي الكنيسة بتحب توصلها لولادها من خلال طقس الإكليل طقس الإكليل يا حبائي هو عبارة عن فكر الكنيسة في مفهوم الزواج وفكر الآباء الكنيسة في مفهوم الزواج بتحطه لنا في طقس الكنيسة وطبعا بدأت المرحلة دي أو الفكر ده من الكنيسة الأولى عندما تكلم معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أفسس صح 5 آية 32 لما قال هذا السر عظيم وهنا كان بيتكلم على من نحو المسيح والكنيسة وبعده نقول لكم لكن أنتم الأفراد فليحب الرجل امرأته هكذا كان نفسه أما المرأة فالتهب رجلها أيضا عندما يتكلم معلمنا بولس الرسول على الزواج ويقول ليكن الزواج مكرم والمخدع طاهر وأيضا هنا بيشير إلى الطهارة التي في الزواج وهي تأتي من الروح القدس في حياتنا والكنيسة دايما بتعتمد على كتاب مقدس فنلاقي معلمنا بولس الرسول أيضا يقول كده في رسالته الأولى التي مساوس لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة كل شيء في حياتنا يقدس بكلمة الله والصلاة من المفاهيم دي نجد أن هناك رؤية خاصة للأسرة في سر الزيجة أو سر الإكليل طبعا بيأسبق سر الزيجة سلوات الخطوبة يمكن نخليها مرحلة تاني أو ممكن يدرسوها الشباب أكتر لكن احنا نحب نكلم الأسرة المكونة والقائمة اللي هي بتعتبر عصب وروح وقلب الكنيسة في كل مكان وفي ولنده هنا طقس السر الإكليل مليان بمعاني روحية جميلة بتؤكد أن هذا السر الذي يقام بعبادة روحية وخشوة كامل يليق بهذا السر وقصيته سر الزيجة هو سر الحب والحب أو المحبة هي الله لأن في هذا السر وفي هذا الطقس الكنيسة بالروح القدس بتقدس المحبة التي بين الطرفين لكي تنتج سمرة روحية من خلال حياة مقدسة ومن خلال أولاد يعيشوا في الإيمان ويعيشوا بالمسيح ويكملوا الملكوت على الأرض واستعداد الملكوت السماوي ولهذا بتحاول الكنيسة في هذا الطقس أنها تعلم الزوجين أو العروسين أنكم ارتباطكم هذا مبني على الإيمان الواحد الذي لكم مبني على علاقتكم بربنا مبني على حضور الله في حياتكم الشخصية كل طرف لوحده وبعدين حضور الله في علاقتهم المشتركة من أجمل مقرأة عن مفهوم السر ده قول جميل للقديس يحنى زهبيه الفم بيقول إيه أن الزواج المسيحي هو سر خاص بالأبدية سر خاص بالأبدية لا يحدوا الفكر الجزديني وتقصوا تقص السر لا يمس العروسين فقط بل يشير للرب يسوع الذي هو عريس الكل معنا تعبير في منتج جمالي خلينا عندما نقترب إلى طقس الإكليل نشعر برهبة ونشعر أيضا بفرح لأن الرب يسوع حاضر في هذا الطقس بكامل حضوره الإلهي وبكامل عمل روح القدس في العروسين وكأننا في طقس الإكليل بنعيش زي الليتروجية الإفخارستية بالزبط حضور المسيح في وسطنا في طقس الإكليل بيشترط ثلاث سمات أساسيين أولا أن الطقس بيتم من خلال تقديس بالصلاة والكلمة حضور الروح القدس ثانيا أن فيه ناس بتتقبل هذا زي ما في الإفخارستية نحن نتقبل حضور المسيح فينا من خلال جسد رب دمه أيضا في الإكليل العروسين بيتقبلوا حلول روح القدس فيهم العنصر الثالث المهمة جدا أن الارتباط والإكليل بيقوم بالكاهن القانوني المشرطن وكلمة مشرطن يعني مرسوم ومخصص ومكرس من الكنيسة اللي بيرقسها الأسخف والأب البطريارك لكي يعلن مباركة الكنيسة وبركة الله الحاضرة في هذا السر من خلال الصلوات والنقطة دي هتحتاج ويمكن مننا تعملات أخرى لكن إن شاء الله في اللقاء قادم ناخد نقطة أخرى من روحانية طقس الإكليل في الكنيسة القبطية الأورتوكسية